اهلا وسهلا بكل مشاهد تغيير احييكم مجددا وانا التقيكم وبرنامج من بغداد احبت المشاهدين عندما يكون المجهول هو الحالة التي يشعر بها الناس وتصبح حياتهم على كف افريت فان الامور تأخذ منحنيات خطيرة وهذا الذي يحصل في العراق لان الان الناس ليس لديها ضوءا في نهاية النفق من خلال افعال هذه الطبقات السياسية التي توالت على العراق من عام 2003 حتى هذه اللحظة التي غيبت مصلحة الوطن واصبحت شيئا من الزمن المفقود اليوم يبدو اننا دخلنا موسوعة جنس وبلا منافس للارقام القياسية عندنا رئيس وزراء مستقيل وعندنا رئيس وزراء معتذر ونبحث عن رئيس وزراء مكلف جديد الرئيس المستقيل خارج النطاق الدستوري يعمل وبصلاحيات كاملة ويوقع اتفاقيات وعقود لا ادري ماذا يمكن ان يقول عنها المختصين والرئيس المعتذر يفكر مليا هل سيفضح كل ما حصل في مرحلته ام انه يبحث في خيارات الازمة الحالية ويراعي ظروفها ورئيس الوزراء المكلف الذي يبحث عنه في المجهر ما زال يحتاج الى ولادة قيصرية حتى يولد من جديد ولا نفهم ولا نعرف ما هي الطريقة وكيف وباي صالة سيولد المكلف الجديد ثلاثة رؤساء وباسماء متعددة لماذا دائما هذه النهايات مفتوحة ولمصلحة من يبقى هذه الامور تجري وبلا خيارات حقيقية محسوبة اليس من الاجر على القوى السياسية ان تضع خارطة طريق جديدة تتناسب مع مستوى ما يحصل في الشارع وتختار رئيسا قادما يمتلك القدرة والمقدرة على تنفيذ هذه الخارطة الذي يحصل اليوم ومؤسف انه مشهد يتكرر في كل مرة ان هذه القوى تبحث عن رئيس مستعد ان يوقع لها بضمان مصالحها قبل ان يكون يرهم لما يرهم يرافقني ضيفا في هذه الحلقة السياسية المستقل استاذ احمد الابيض اهلا واسهلا استاذ احمد استاذ نجم يا اهلا وسهلا بك انا اشكرك حتى هذه اللحظة الخلاف والانقسام داخل البيت الشيعي واضحا ولا يحتاج الى جهد حتى تكتشفه فيما اذا استمر هذا الخلاف في ايجاد المكلف الى اين سنذهب بدان تحية اليك ولا بد ان في بداية حلقتك الرائعة نقدم التهاني الى نساء العراق بناسبة يوم المرأة العالمي واخص بالذكر في مقدمة امهات شهداء ثورة تشرين حقيقة والى كل البطلات العراقيات التي اكملنا وتقدمنا في بعض الاحيان عن دور اخيهنا الرجل في هذه الثورة المباركة ولولا المرأة بكل عنوانها وعطائها ما كان تم استعادة هوية الوطن في طريقنا الى استعادة الوطن وفي سياق ما تفضل فيه انت جنابك هو يقع السؤال الاكبر هل ثورة تشرين هي تختزل بحكومة او بعنوان رئيس وزراء يأتي هنا او يذهب هناك هذا الخطأ الكبير الذي وقع فيه الطبقة السياسية اللي تفضلت عنها انت في الحديث انه حكمت العراق منذ عام 2003 هذا اختزال لكل مشاكل العراق صحيح هي الحكومة وخصوصا في الحكومات السابقة فقط حكومة سيد عادل عبد المهدي كانت مسؤولة عن كثير من الخطايا وحتى عن الجرائم كثير ملفات ممكن ان تفتح صحيح هذا ولكن لولا العمق في الخلل الكبير في هذا البناء السياسي اللي حصل بعد 2003 والاسس اللي قام عليها ما كانت الحكومة اللي هي انعكاس طبيعي لعمق الازمة العراقية هذا واحد اليوم القصة ليست فقط هي الازمة عند البيت الشيعي السياسي طبعا ولا عند البيت السني السياسي او البيت الكوردي السياسي القصة انهم فقدوا البوصلة واكدلك هذا بكل دليل طبعا عدة عوامل جعلتهم يفقد البوصلة ولا ما تحصل مثلا على سبيل المثال لو جينا الى المكلف السيد محمد توفيق الاخير منتحاكي موضوعها بالانصاف منتحاكي على الأقل لا نحاكي خطابه احنا هسا احنا ما لدينا علاقة لا لدينا علاقة فيه ولا كذا ولا جاي ندافع عنه خطابه يفترض ان كان يسند من القوى السياسية لانه هو كان طوق نجاة بالنسبة لهم كان طوق نجاة الان وقعوا فيه ازمة اكبر انا الحقيقة كنت تخيل في اي لحظة من اللحظات رغم انه انا كنت معتقد وتعرف انه لن يمر لان اعرف طبيعة الترتيب اللي حاصل لكن هم خطأ وخطأ اكبر كان يعتقد البعض ازاحته ممكن ان تمكنه من ان يدير الدفة بالشكل اللي هو يرغب فيه هذا ما رح يحصل اليوم الازمة صارت اعقد اكبر بدليل حتى اربط لك الحدث شي بشي حتى زيارة شمخاني انا بتقديري هي استدعاء استدعاء من القوى العراقية الشيعية يعني بهذا المعنى تعال خلينا نفضل الازمة استدعاء ام استنجاد او بالنتيجة يقع في طريق الاستنجاد يعني انه احنا غير قادرين بمعنى غير قادرين ما رح نقدر ان نوصل الى الاتفاق وخاف نقع في نفس الخطأ ما للسيد محمد توفيق خاف هم نجيب شخص تجيب جهة معينة مثلا من البيت الشيعي وترفض جهة اخرى والان اكويتش مماحكات زين انا اريد اتوقف عند عبارة انت قلتها يعني هو تمام كما تفضلت انه لا نختزل المشكلة في بين او في مكون سياسي وقلت انه الان المشكلة انهم فقدوا الموصلة هما في اي زمن في اي حقبة في اي حكومة كانت الموصلة موجهة بالاتجاهات الصحيحة الى حد ان الاربع خمس حكومات المرت انتجت شيء على الارض لان هما كانوا قبل مسار مرسوم لهم واقصد هنا تحديدا المسار اللي كان بنوع من الاتفاق الامريكي الايراني وغياب الدور العربي على سبيل المثال او محيانا مخاتلة الدور العربي الدور العربي كان يتخاتل مع الوضع العراقي للأسف والدور الامريكي الايراني هذا الاصطفاف كان رأس منهم مسار وهذه واضحة واضحة بالتفكير السياسي ماذا تعني ذلك اليوم هذا التقاطع اللي حصل الامريكي الايراني خلاهم امام ازمة كبرى انه لازم يرسموا هما المسار لنفسهم وطبعا ازمات ايران الكبرى اللي حصلت واخرها ما يحصل في موضعات كورونا صالوا المصاح والازمة الداخلية ازمتهم في سوريا الى اخره جعلة الايراني صح يبدو باللحظة الاخيرة وبعض غياب سليمان يريد كأنما يدير المشهد لكن لا هو يريد تعرف ماذا يريد ان يقلل الى حد كبير خسارة العراق الان هو وقتناع انه العراق خساره بعد خسارة سوريا ولكن يريد ان يخرج باقل الخسار من العراق كأن يبقى بيدا ورقة التفاوض مع الجانب الامريكي هذا هو الانعكس انعكس على الجماعة فاقدي البوصلة لان هما اصلا ما عندهم قدر على رسم مسارات كل الاشياء كانت تجيهم جاهزة استاذ نجيم انت تعرف يعني تجيهم بشكل اوامر استاذ نجيم يسير هنا استاذ فلان يسير هنا وهالشكل ماك هو اوامر تنفذ للأسف هذا هو الواقع العراقي كان طبعا هذه الاوامر من تجي من الجانب الايراني الجانب الامريكي احيانا كان يقف في في ضدها او احيانا يقبلها او يعدل عليها بنتيجة هم منفذين كانوا اذا انت تريد ان تقول انت تتحدث عن مرحلة سياسية جديدة على القوى السياسية العراقية وبالذات الشرية بعد فقدان سليماني نعم 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 وبعد موقف المرجعية اللي اصبح واضح بالضد منهم الساعة حمعلنين على اقلها يعني ولا اقول كل شيء المرجعية منطبقة مع توجهات الشارع مية بالمية ولكن بنفس الوقت صارت بعيدة عن القوى السياسية ها فقدان اثنين كالتوجيه كان يصبح توجيه ما احترامي لكل من يتحدث في قوى المرجعية صح ما تتدخل بالتفاصيل لكن بالشأن العام كان لديها كلمة وقول هذا ايضا يجرني الى سؤال اخر من خلال قراءاتك ومن خلال حركة القوى السياسية الشيعية والاخرى مع الواقع الجديد هل تستطيع ان تتكيف مع الواقع الجديد نعم تستطيع اولا اولا هي خسرة الشارع بكل عنوانه يعني حتى اللي مم الظاهرين حتى اللي مطارين حتى العجايز في البيوت حتى الشيوخ في البيوت ترافضين لهم هذه خسارة ليست سهلة وتحدثنا فيها انا وانت في بغداد قبل الثورة بسبعة اشهر والعنوان واضح قلت لك واحدة من اهم اسباب سقوط النظام هو فقدان القبول الشعبي او الرفض الشعبي هذه واحدة حصلت الان هذه واحدة اثنين هذا التقاطع الدولي والاقليمي في العراق هذا ايضا ليس في صالح ثلاثة مستنداتهم الفكرية على ما يعتبر والبنيوية وقيام الدولة العدل الالهي وكذا اصبحت خرافة عند الناس وايضا سقطت اي قدرتهم على اقناع حتى انفسهم اليوم كل مواردهم كل مواردهم ماذا يريدهم يريدوا ان يكملوا هذا شوف الاختزال هذا اللي انا الحقيقة اتألم من عنده يعني انت شعب قدم لك هذا المستوى من البطولات والتضحيات سبعمائة شهيد اكثر من ثلاثين الف جريح ومخطوفين ومغيبين تجي انت تختزل المشهد والله خنشكل حكومة وهاي الحكومة فرسنتيان تمشي وبعدين عود الانتخابات تجي وهم نلعبها نفس اللعبة وهم هكذا دواليك هو هذا ترى هذا ترى هذا كل تفكيرهم وهذا تفكير بسيط سطحي لا ينزجموا على العراق وقدراته وشعبه طبعا هذا مؤلم يعني انت هاي الازمة الكونية في العراق جاي تقول والله دخلي بل كنت فحها يعني هم حتى من جابوا سيد محمد توفيق علاوة انا قلت لك في حلقة هنانا الاخيرة قلت لك ما راح تكون هناك حكومة انتقالية لان ليس هناك اي مورد دستوري او سياسي يلزم باقامة انتخابات في نهاية العام وحتى اللوجستيك ماكو ولا حتى فني اكو حقيقة هاي حقيقة هاي انت اثرت موضوعات في غاية الاهمية ايران خسرت العراق وبالتالي تريد ان تبقي على حوار مع بعض القيادات ايران وفقا للرؤية التي تقدمها حضرتك خسرت العراق بسبب القيادات التي كانت تتعامل معها او تدعمها اذا هل ايران في طريقها لمعاقبة هذه القوى التي يمكن القول خدعتها او غررت بها ام انها ستنهيها والله استاذ نجم اقول لك بس تعطيهم امريكا اشارة للتفاوض كما حصل مع طلبان وهذا ليس مستبعد لسه مستبعد يعني الطلبان تعرف وصفت بالارهاب وعدو امريكا احتلت افغانستان من وراء طلبان صعروا مصابعة احداث الداعش ايلو الموم ما كان احد يصورنا وتوجد اليوم مرحلة يتفاوضوا ولو بالعكس حتى الرئيس ترام يوم امس يقول ممكن ان يعودوا الى الحكم ممكن ان يعودوا الى الحكم طلبان طلبان نعم ومن يقول لك حزب البعث ما يرجع بس مو بعنوان البعث ولذلك ايران هاي البراغماتيكية والازمة اللي تعيشها ممكن ان تقبل تتفاوض حتى وين البعثين وتخلص من هؤلاء اذا امريكا شاءت ذلك ولكن معادل حتى امريكا ما قعد تفهمها حتى هذا امريكا ما قعد تفهمها انه قوة واصرار الشعب العراقي تتوقع الامريكان هواي فرحانين بهاي القصة ما العراق استعيد هويتها الوطنية وكذا لا مو هواي فرحانين هذا مرفوض ديش العراق لازم يبقى مدجن هاي حقيقة والامريكان ترى ما يخفوها يعني بس هو مصالح وين تنسجم الان الشعب العراقي الثائر ضد هاي القوى السياسية اللي تخلت عنه وباعته والتبتت راحة الايران مو صحيح وتخلت عن كل المنجز اللي قدمتهم مياه امريكا اللي هم جابتهم من الكتورة والزوايا وضعتهم في السلطة مو هاي الحقيقة قلبه والمعادلة سووا والسويتش راحوا الايران صارت ولاعتهم الايران وانصياحهم الايران مو معنى ها ضروا امريكا لكن امريكا ما ترضى بهاي المعادلة اليوم اذا تريد جيبني امريكي انا للسلطة امريكا تريدني امشي في مسارها لا تقول لي انت وطني مو وطني ذلك نحن القوة الوطنية رافضين هذا المشوار هنا هنا القصة تيجي الايران شي يسوي اذا اباكتر عقبال امريكان فتحوا قنوات من الحوار ما اقول حزب البعث ما اكو حزب البعث بعد من الان فصاعدة مع قيادات مهمة على مستوى الجيش على مستوى المدنيين وهذولة تريد تجيبهم امريكا وتخليهم بالسلطة مش تتخيل ايران شي يسوي ايران وحقك مو تعلن عداها للبعث وهذه القوة الموجودة الان تحكم هذا البعث ثانيا بتتفاوضوا يهم هذا هو قزي لماذا ايران الان شو تريد ايران تريد ايران تريد تحكم ورقة على الطاولة عسى ولعل هذه الورقة تخدمها في التفاوض مع يعني تريد تقول ايران بعد طلبان مؤكد لكنه ترامب اعطى اكثر من مرة اشارة وضوءا اخضر للتفاوض مع الايرانيين ولكن هم الذين رفضوا ايرانيين كانوا يريد يتفاوضوا على الملفات يعني مجزئة يعني يتفاوضوا على ملف العراق بعدين سوريا كذلك لكن الامريكان يردوها مرة واحدة على الطاولة وهذا بالمناسبة بطلب الدول الخليج العربي يعني السعودية والامارات يقول لكم نحط الملفات مرة واحدة على الطاولة ونتفاوض شوف انتصديت خيواني عرفك انت مجاه تحت استلتاج على قضية عودة البعثين وليس البعثين نبي اسمايل عن هاي المعلومة خلي نقولها للمشاهدين ونقولها الى الجميع اكو حزب الان موجود عند 17 مكتب في بغداد و70 مكتب في المحافظات وعند دعم مفتوح القيادات الشعية تعرف هذا الحزب لمن وتتفاوض وتعرف وتدرك وصلين هم الذمرون جوكم البعثين راحوا البعثين والان النتاجات على الارض تقول هذا وساكتين 70% من ضباط الجيش والامن الحقيقة اللي تم استخدام ورقة اشتثاث البعث بطريقة غير مهنية وغير قانونية هم من رجعوهم مو انا وانت ايه صح له مصح لا مو خلي نقول لنا حتى نقول لنا لما الرأس يختلفون مع احد يتهمون الآن هم يتعاملون والحزب موجود واليقود رفيع المستوى موجود والتمويل موجود 17% ببغداد و70% بالمحافظات والقوى تدرك وتعرف بالاسماع معقول المراهن على مستقبل بلد يصل الى هيتش مستوى من الرضوخ والانبطاح شوف راح ليش ما تحكي للقصة مثل ما هي استعلا لا خلق اقول لك شي احكي لي انا ما رب تفتحها بس انت جبتني الى هاي المنطقة لا انا بس خلق اقول لك شي هو حقك وحقك كل القوى السياسية في بلدك تعلم ماذا تقول انت تاريخيا مراجع دين اكو ورجال دين كبار كانوا يرتبطوا على مستوى القيادة القطرية مع حزب البعث بعلاقات وهذه هم معروفة هلو كل هم اطلق لك يا هانا حتى ترتاح اليوم اليوم هم يعرفوا يعرفوا جيدا تصوراتهم تصوراتهم انه هاي المظاهرات معرفة اش على جهاز حزب البعث وراها لا لا قد يكون اكو بعثية حتى اكيد لك قد يكون اكو بعثية موجودين لا تكن تنزع انت صفة الوطنية عن اي انسان لا طبعا مستحيل تنزع صفة الوطنية بعثي لكن عندها وطنية شنو الموضوع ها بعثي وما مطلوب وما مطلوب وقوة وزيد ووطني ويعمل للعراق خوة ما تقول لك تجد بعثي ها فهذا القصة قد يكون هناك من كفاءات البعث على مستوى ضباط الامين المخابرات قادة الجيش كذا موجودين يتفاعلوا مع هذا الحراك الشعبي ما اكوا اشكالية في ذلك واحيانا قد تجدهم قيادات يعني تدير الشعن بشكل كبير لأن هم رجال دولة يعرفون شون يديرون الشعن هذه القوة الظلامية صورت هذا المكاتب اللي تقوله وكذا ها هم يعرفون بعدها وين رايح ها والتفاوض الآن التفاوض حتى التفاوض على خمسين بالمئة من من انه من الحكم مو من الحكومة مع هذا الحزب الجنين نعم نعم ما لسى اهلا ماردقوا لاسمه بس اخوان تقدم الامم دائما يكون بقياداتها وتقدم لا يمكن ان يتم في اي مجتمع اذا كان القادة يخدعون شعوبهم وهذه صارت الازمة بحكومة محمد توفيق علاوي تذكر كيف صار اخر اخر شي انا قلت سذرات من هذا الموضوع وهم يفهمون واللبيب ويفهموا بالاشارة لا لا انا ما لعلاقة سبع هذا الموضوع بس اكمل لك انه لما وصلت الحزب وزارات اخر شي مصايا تمام اي يعني الرجل ما تعامل بطائفة بس اريد ابقى بالموضوع الايراني الامريكي والاطلاب العراقي انا اقرأ وبتعجب انه البعض يطرح انه المرشح المكلف الجديد وهو العنوان الثالث في هذه الحكومة يجب ان يكون مقبولا ايرانيا وامريكيا هذه لهجة وتحول هذا يقود الى سؤال هل الامريكيين الامريكيين والايرانيين الان على خط واحد بالمرشح لا 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 اشوف استاذني اجتهادات للقواء اكو قضيتين مطلوبة قبل الشخص شوف يعني هل ستبثل ما عندك بدلة سايزات البدلة جاهزة سايزة 48 دروب 6 كذا تارب شوال اخوهم ايجي تجي تلبسها الواحد طفل اخو قضيتين اساسية الان في طبيعة العلاقة ما بين امريكا وايران مواجهة مواجهة تحدي تحدي ما بيشك هذا الموضوع الاولى الاولى تقع في حل الميليشيات كلها ليه يحطوا لها تعابير وكذا ماذا يشي يسموها هي مطلوب الان هالشكل هاي الميليشيات الفصائل تنحل تذوب دورها انتهى مثل ما قضوا على الفصائل المتطرفة في الجانب الاخر هنا هذي الفصائل الان تنحل هذه قصة مطلوبة لان هاي تعيق المشروع الاخر اللي هو المشروع الاستثماري والتقدمي تعرف كيف المصالح الكبرى للدول العظمى اللي هو المشروع الامريكي وهو بالنتيجة المشروع او الذي ترعاه هو امريكي نعم هذا واضح هاي تعيقها هاي ما تعرف تشتغل مال دولة وستيت وكذا ومع رباش هاي تخمط وتبوك تخطف تستولي تعرف شون تبتز هاي شغلها معروف عنها في كل دول العالم مو بس بالعراق هاي لازم تزاح بعدين هي مو ذرع وطني هي ذرع خارجي طاف في احشاء العراق هاي لازم يقطع هذا الذرع هاي واحد اثنين اكو شي اسمه صفقة القرن هذا اللي ما حده يناقشه حتى ما نمر بيه مواقف دول مهمة مثل العراق ومصر الان مصر وين حاصرها حاصرها بسد النهضة خضية اثيوة ودخلت امريكا مع تشون الفوارض مصاية وتعثرت المفاوضة العراق الان اي قوى تجي خاف واحد يقول لك انا رح اسير رئيس وزراء ما مر بذني والثالثة هو الوجود الامريكي في العراق ذني ثلاث نقاط الباقي ترى كلهم سوالف حكومة مستقلة وزير مدرشين وتكنوقراط هاي كل هذا بليه وراء هاي المين تاركت سيسموه هاي الاهداف الثلاثة الرئيسية هاي الاهداف الثلاثة الرئيسية يا وحدة ينسجموا يا ايران ولا وحدة تمشي بيا ايران ايران تعبت على هاي الفصائل وتريدها تبقى ذراحة تنفذ مشروعها في المنطقة صعر ومصع ايران ضد الوجود الامريكي ايران شعارها تحرير القدس وماذا شنو كذا اذا هي ضد هاي الصفقة وترعى حتى فصائل فلسطينية اذا هنانا ماكو انسجام امريكي ايراني من الذي سوف يتنازل ويتراجع اذا ماكو تنازل وتراجع اكو مواجهة من يجب ان يتنازل الايرانيين لازم واحدة من ذنة ثلاثة يقبلون بها اقرب شيء لايرانيين هو التضحي بالفصائل الثلاثة انت تقول ايران خسرت العراق بمعنى اورادي الفصائل او الميليشيات هي ستنتهي لانه جففت من المنطقة بس اكو فرق تنتهي بمواجهة لو تنتهي بتفاوض يعني مثل طلبان قالوا نسلم سلاحنا وكذا ومعرف ايش وما نضرب القوات مال ايسا في التحالف الدولي وامريكا تعرف شون لو انظل نتعارك هو هذا السؤال ما تعتقد ان السيد هاد العامر الان هو من يقوم بهذا الدور من خلال حركته هذه الفترة بضرورة التوفيق بين اياه هو لا بس انت بيزر تأخذ انت لاذتهين وتترك امريكا مثلا وما يزر تعوف انت لاذتهين فيردون يلقون فد مخرج مثلا هذا المخرج احنا قدمناه لهم مقترح مثلا بسيط مو بشكل مباشر احنا نحكي بالاعلام شكلوا جهاز جديد سموا حرس وطني شو سموا سموا لانه الجيش والشرطة فيها اشكالية واذا تغل سللت هاي الفصائل مرة اخرى انتهت القصة جيبوا من ذول اللي في كل المناطق وحسب النسبة السكانية حسب النسبة السكانية للمحافظات دمجوا ذول الشباب لان هسا قاعدين حتى رواتب ما ياخدون ترخف ما تدري وهساكوا ازمة بالميزانية هاي الخمسمائة الف اللي الطهيار رح تنقطع عنه هذول هؤلاء ليش فقدوا القيادة والسيطرة لان هم اخذوا الاموال واستأثروا بيها وقعدوا على صفحة خارج العالم وهميا راحت تسلب لبنان هم راحت وراحت تروح بغير دول تعرف كيف يعني يشيل من هالشط يذب بهالشط وراح بهالشط ومشه هذول الشباب معظمهم ابناء العراق وراح حول الحشد وغيره قاتلوا فعلا معظمهم بس ما اخذوا استحقاقهم فهذا اليوم انت شو تسوي بمكامة خلي يدفع رجوة حتى يصير شرطي له جندي انت تعرف احنا ولد العراق ويرروح يدفع على خمسمائة دولار حتى يصير شرطي له جندي افتح له مؤسسة نظامية بها كبار الضباط والقادة وخلص هاي النفس مال هذا بعثي وهذا شيوحي وهذا أمريكي وهذا ماذا شي بطلوا من هاي ها اكو سياق مهني هذا الحل هذا الحل هو منجي اذا بقعدهم شوية حكم برأسهم خلي يسووها وقال له مثل ما قلت لك هنا الكل راح يدفع ثمن وحقك حتى نستطيع ان نتجنب هذه الاثمان التي تدفع وفي قراءة دقيقة للتجارب التي حصلت في الساعة العراقية وخصوصا خلال الاشهر التي مضت هل العراق من مصدعته ان يتبنى سياسة وسطية ام يحدد خياراته مع من يعتقد انه سيحميه نوري الشعيد الله يرحمه بنا تجربة بالعراق قال البقاء مع الاقوى في حينها ضحوا به السياسة هكذا تقول البقاء مع الاقوى مو انا اقول هذه روسيا تقول اليوم بوتين ما يقدر يعبر الحاجز ما لامريكا كلما يهدي بوتين روسيا دولة قوية وصع لهم وصع يعرف انه يتأذى بلده يتأذى شعبه يتأذى وبالتالي يمشي الامور بهالشكل من الاشكال اليوم انت القرار العراقي من يتخذه اقول لشهو اكو قدرة على رسم قرار واتخاذه ماكو تعرف شون هزل حد الان تعرفوا ما بيشملتين بهاي الازمة مصالح جيب هذا عينه لحد البارحة عينهم مدير عام ووكيل اليوم عينين وكيل وزير معترض عليه يمكن اسمعت رئيس البرلمان حاطين وكيل وزير واحد قديم يعني لحد ما بعدهم بهاي ماكو جزائيات البسيطة الشأن وين رايح الدنيا وين رايح ماكو هذا كورونا غضب الله هذا يمكن على البشر يفتر فوق روسهم وبعدهم يدورون ذني فهذا متناقشة قرار هكذا عميق اللي تحكي عنه انه كيف تتخذ القرار والقرار وين يوديك بأي ابتجاه من الوطر السياسية الحاكمة مصحيح ما عدوا مش تفكير استاذ نجم انا ليش اغف نفسي واغفك هذولا بره اللعبة صاره هسي تشلبون يكتلون خلي كتلون بعد عشرين الف وبالمناسبة الحديث عن انهاء الثورة خلي حلمون لا هذا يمكن انا يمكن اناقشة احنا بطبيعة الاحداث والسياسة التي اعتاد عليها الولد انه رئيس الوزراء هو من المكون الشيعي في كل حكومة يتفق الاطراف الثلاثة على مرشح انوان في هذا الشيعة وحدهم هم الذين يتفاوضون يعني هذا ملامح لطريق جديد فاظوا مع من فيما بينهم غير مع السنة كانوا يتفاوضون مع الكرد الان الخمسة او الستة القيادات الرئيسية الشيعية هي المحصورة باختيار هذا الرئيس اي بس ما يقدرون يمرروه هي هاي وحدة من رغم انه انا متحفظ على كل هاي العملية بس بيها في الشيء جميل هذا اللي صار في هاي ستة شهر شوف سقطوا حكومة هاي لأول مرة تسقط عندك حكومة هذا النظام السياسي مكلفين ثلاثة مرشحين مو مكلفين ما مروا بسبب الرفض الشعبي مكلف ما مر ايضا القوة هذه القوة المتحاصصة لو ما رفض الشعبي طرد شان ما رفضت بس ارتكزت على اليمن على الشارع بشكل او باخر اليوم قضية هيمنة مكون على مكون اخر انتهت اليوم اذا جابه مرشح اخر مثل ما صار بمحمد توفيق السنة والاكراد رغم انه ما حتحفظنا على كثير من القيادات السياسية ها لنحكي سياسة الان ما راح يمر هذا الشخص حتى لو تفقد القيادات الشعية ما قدروا لانه تذكر جنابك حكو ظلوا يطرحون مفهوم احنا راح نمشي بالاغلبية مصعيح ما هو هذا عرفوا انه الاغلبية مثل ما مشوا قرار البرلمان ما لاخراج القوات ما مش له مات هو انا اريد ادخل لهذا انا اريد ادخل لهذا لماذا استعملها الشيعة في ذاك وامتنعوا في هذا عرفون خطورتها هذي شنو خطورتها خطورتها انا يقول لك السنة والاكراد اذا ما شاركوا بالحكومة ينسحبوا من البرلمان تسقط ما كو شرعية بعد وشعبهم قايم عليهم عفوا يعني ومش شعاء قايمين وانما الشعب كله قايم ولكن فرات الاوسط والجنوب عليهم من منتفض خو ما منتفض على السيد مسعود البرزاني صح ولا مصح ما لعلاقة بهذا الموضوع لا ولكن منتفض على قياداته مو هذا زياد انت اذا اكو رفض سياسي واكو رفض شعبي في محيطك شنو معناها شنو باقي هذا شنو باقي هاي قضية مرات يعني غير مألوفة بالعراق يعني مثل ما انت تجد دول كورونا والدنيا وازمة وازمة اقتصادية ومالية هو بعد يدور مناسب ويدور لذلك بهاي القضية انا اريد اسأل بعد تجربة محمد علاوني وما كنا نشاهده من اصرار كبير وقو جدا من القوى السياسية على ان حصل سيجب ان تكون حاضرة طبعا وتضمن احدا هذا الا يجعل من الحراك الشعبي او من الثورة الشعبية ايضا تنتهج اساليبا وسلوكيات اخرى تتناسب مع مستوى اسرار هذه القوى التي تغلف مطالبها بمصالح الوطن والله انا اطرح مفاهيم كثيرة وللأسف البعض ياخذ المفهوم يروح يشتغل عليه بدون ما يعرف وين احداثه اسهم خلف الله عليك من خالف الحمد لله الان هو بناء جسد الثورة اللي تحدثنا به من اول يوم بدت تظهر تشكيلات تجمع نسوة عراقي اتحاد طلبة رغم انه لازالت الخبرة السياسية غير كافية ولكن هذه رح تنضج اتحاد شباب جماعة الاخوان النقابات وههم دعوة من خلالك يكفعات روح بمن حضر خمس ست نقابات تقعد يصير جريء الثائر دائما يتخذ قرار ويصير جريء رتبوا شأنكم هذه التجمعات شوف استادنا كلش بسيطة هاي طلعت ذول الشباب بسرعة بس راحت الفكرة سووها هذه التجمعات اطلع رأس المكتب استشاري اطلع مجلس حكماء من عدكم راح يتلعون اربعين خمسين واحد اساتذة جامعات مفكرين اعلامين ذولة الذريع اما لانه الساحات ما بيهرس او تجي قوة سياسية تلعب لها بناشط من ذولة ماكو كل ساعة مطلع لها شغلة هاي هم تسقط اكو ثمانين شخصية تقريبا بالتحرير كلهم كروسات كلهم ثلاثة ارباحهم مندسين واحنا وليد الحراك تعرف ونعرفهم هذولة يزايدون برأس الابطال اللي يناظون من نص صبح الليل اللي ينامين بساحة التحرير هذولة هم من فرزوا فالقصد هاي التشكيلات بدأت تشكل ارادلها تدعيم اعلامي ارادلها الحقيقة تدعيم سياسي يعني الاخوة اللي موجودين في التحرير الكبار الذهنية والعقلية ان يدعموا هاي المشاريع لا يظل ينظر لها بخوف وريبة يدعمها بافكار وكذا وامور تنظيمية تشكل قوالب هاي القوالب تفرز معادلة جديدة هاي المعادلة جديدة حتى رئيس الجمهورية عند ذلك ممكن انه باعتباره حامد دستور وباعتباره عند القدرة مو القدرة عند البند الدستوري اللي هو لازم يختار هالمرة عرفت كيف؟ من خارج القوى السياسية بإمكانه ان هذه التشكيلات اللي تنضج ونبدأ نحل جزء من الازمة في قضية اختيار المكلف يعني المستقيل الذي يجب ان يشكل حكومة نصيحتي للأحزاب أميا من خلال هذا الموضوع هاي التنظيمات راح تطلع ما تقولون كوش تسوه لها وراح تشكل وما تقولون كوش تسوه لها وقبلوا الآن بهذه الخطوة قبلوا بحكومة 50% من الحراكة و50% مستقلين تجيبهم الأحزاب مو العكس يعني مستقلين يرشحوا من خلال الأحزاب ممكن تبشي المعادلة لهاي الحكومة اللي عمرها 6 شهر أو سنة هذا هو حتى نقلل الجراح والآلام ثورة ناضجة الثورة العفو عفوا هاي النقطة الثورة بدأت تكتب أدبياتها وهذا شي عظيم أدبيات الثورة وكتبت نعم بدأت تكتب وتكتبت وتوثق على كل المستويات على مستوى البطولات الانتهاكات الجرائم التضحيات هذه أصبحت أصبحت فلاكس يعني موجودة صارت فولدر عفوا صارت كتاب تعرف كيف فكيف تتجاوزها والله انت تيجي والله إذا ثورة يعني أصبحت لها أدبيات وتقرأ الدلالات وتقرأ التجارب بعمق بعد محمد علاوي ما الذي يمنع المتظاهرون أن يتحولوا إلى قوى سياسية ويشاركوا ويقدموا مرشحهم هذه المرة يعني أنت قوة أنت طالع عليها تظاهرات أنت الدينة أنت سحقتها وصورها وتطلب منعتها أن يجبون مرشحا بمواصفاتك يعني ما تعتقد معادلة هاي بها مفارقة يعني هما ما ديطلبون من القوى بشكل مباشر هما ديطلبون من رئيس الجمهورية بس أحيانا الخطاب أستاذ نجيم الخطاب ما يصل بشكل الواضح لأنه ماكو وحدة موقف مرة أخرى دعوة لتشكيل منصة علامية بكل ساحات التظاهر ويتفقوا على مكتب علامية ليه دخون هذا أكو كم واحد ينطيس بس يسمع مكتب علامية يريد ياخذ الشغل يروح يتاجر بيها طبعا قسم من عندهم حتى ديطقاضون فلوس من بره وتبرعات للأسف ديس يقول للثورة الأخوة لازم يوقفوهم هاي وحدة هذولا ماكو الطفيليين هم اللي يعطلون المشاريع فبعد ما يلتفتون الأصواتهم الناس الناس الآن دي تحفظ على ثورة أستاذ دجم الثورة لم تقم على حكومة أو عادل عبد المهدي حفظ الألقاب أو محمد توفيق علاوي ما لها علاقة بها المسميات الثورة قامت للتغيير ومعادلة الإصلاح ثم التغيير انتهت لأنه خدعة كبيرة صار الإصلاح لأن الاستيريم ما الإصلاح طلع غير شكل رائح اليوم الناس تريد تغيير في المنهج في السلوك في الأداء في كل شيء هذا التغيير حتى يحصل هو مو ضرب من الخيال الثورة إذا ما حققت هذا الشيء معناها انتهت معناها ما كانت الثورة تعرف كيف؟ ولكن هي الثورة حقيقية لذلك ما راح تتوقف يحصل التغيير ومن ثم الأصلاح هذا هو المنهج الجديد لذلك أقول معادلة إذا كم دي يوقعونه بأزمة ما دي عارفون يحلوا هوية الشارع كل ساعة وجايين خلا نشكل حكومة اليوم شي ناقشون تعرف شي ناقشون خلا نسوي الكابينة وبعدين نجيب الراس شين هال سامع لك إش منطق؟ ها سمعت بها ها جديدة حتى يضمن حسطة وبعدين لين أنا قلت للمقدمة يفترض رس بخارة الطريق وبعدين البحث عن الشخص القضية صارت معكوشة يعني أريد أن يأخذ مالات أعد بعدين نجيبها ذاكي جي شنو يرضى رحزي الرئيس وزارة ولذلك شب أحنا في هذه الحوارات أنا حريص دائما أنه الناس تفهم حقيقة ما يجري يعني دائما أنا بالحوار أستند على المعلومة وبناء المعلومة وليس الاستنتاج في قضية قبل شوي أشرت إلها أنه الشعب كل الثائر يضع ثقة في السيد برهم صالح لكنه هل تعتقد أنه سيد برهم صالح سيعتمد على خيارات القوى السياسية التي التقاها هذه الأيام وقالوا تعالوا لي بمرشعهم هل سيقبل مرشح يتفقون عليه القوى والكتل السياسية أم ستكون له لحظات الحسم الأخيرة شوف الشعب يطالب السيد برهم صالح هذا ما وضع ثقة موثقة هاي مسألة ثانية لكنه يطالب السيد برهم صالح باعتباره هو بالدستور الآن وفق المادة خامسا من ستة وسبعين تتحدث على أنه هو يرشح مرشح آخر وفسرت هذه واضحة المرشح الآخر ما لعلاقة لا بكتل أكبر بعد ولا شي صار عدنا فشل ثاني موضوع سيد محمد توفيق علي الإخفاق لازم نروح للحالة الأخيرة اللي هو يختار طيب الآن مين يختار هو جيد يناقشهم للقوى السياسية يقولهم احنا نريد واحد مستقيل كذا عرفتشون؟ احتمال يطلب منهم قدموا لي واحد مستقيل أو واحد ما مرشح اليوم طلعت الأخبار حتى يمكن شمخاني حاجة شي مستشار الأمن الوطني أنه يجيبوا واحد مو من ذول المرشحين قبل أو ما في شل قبل بمعنى حتى شمخاني بدأ يستسلم يعرف ما راح تمشي تعرف كيف؟ يعني شمخاني جاي تعرف شي يريد؟ يريد يشكل حكومة بالعراق بل كيصير حكومة وترجع لفليسات وهم يظلون مستفادين لأنهم في وضع منتهي ترى إيران قريبة جدا للإنهيار بصراحة احنا ما نتمنى شر للشعب الإيراني بالمناسبة لكن انت لاحظ العراق بهاي إمكانياته ورغم السلب وأنها بمشأ أمورها هزا نفط كل الدراسات تشيرها لأن نفط تحت الـ 30 دولار تعرف كيف؟ تحت الـ 30 دولار مزيلا؟ بالتالي شو تسوي إيران؟ هي أصلا ما قادرة تبيع نفطها هي بالـ 50 يتبيعها بـ 25 من يسير بالـ 30 يبيعش تبيعها ترجع لأيام ما يكون أيام العراق بالحصار من شان يبيعها بـ 7 دولارات؟ أخي أنا في حلقة هنا للآن الرواتب لهذا الشهر أحد النواب قال دفعت من صدوق المتقاعدين الآن النفط راح ننزل العراق كل استيراداته من إيران من تركيا من الصين طبعا هذا الملف مهم جدا وهذه الدول الآن في عزمة شلور راح نقدر نعالج هناك من يبشر بخطر اقتصادي كبير يعني هل هذه الصورة حقيقية وأنا أقول هذا يا انتحار اللي جاي يصير رئيس وزراء فيتش الظروف يعني انت تعرف أستاذ نجيم راح على البنك المركزي يظلوا يسحبون من الاحتياطي مالتا شار 65 67 سووا 45 طمطموها من 2015 و14 رجعوا وحدة من الأساليب مع الأسف شي سميها سميها وقفوا كل المشاريع والأعمال حتى الزائفة منها حتى المخشوشة منها تعرف ليش حتى الشباب يرحون ماكوا عمل وين يروح الشاب هاي يروح للحشد لو يروح للجيش وللشرطة أساليب كلها كلها التوائية كلها راح تنتهي اليوم اليوم انت تعرف هاي لـ 12-13 دولار كلفة البرميل لحد الان هم يتخاتلون مايحشوها ما لالشركات ما لالتراخيص هاي ما لها علاقة 14 20 مليار تتفحها انت عسى النفط صار بالعشرين عسى صار النفط بالثمانين تعرف هاي واحدة من الكوارث تعرف القروض والديون وخدمة الدين تعرف هكوا دين وخدمة الدين اللي هو اللون فوائد والفوائد مالته وخدمة اللي هو الفوائد تعرف ذنه شقيت أنا 737 مليار هاي القروض هاي شقيت خدمة الدين مالته خليك يشفونا يا هاي شقيت الدين وشقيت خدمة الدين زيان هاي هذا باتش العقبة اللي طلبك اللي انت ما اخذ من عنده قرض يقول لك والله النفس صاري بعشرين ما انطيك ياهن جدت امريكا بوقتها سوت هذا مؤتمر باريس تتذكره ووقعت 180 مليار اللي هي مارديون الحروب مالعراق بعد ما يسوي لك هالأمريكان مرة ثانية تعرف كيف فذولا غرقوا كل شي فلشوا كل شي وعبالهم هذا التفليش اللي هم يعني على ماذا يراهن ما الذي تبقى له عندهم ثلاثة اشياء هذه لازم نحك فيها الاول بنياهنهم الفكري ولكذا لا يلتقي مع الدولة والدولة المدنية والقوانين كل واحد عايش له بحلم وخيال دولة دينية وماذا يشار الثاني عندهم جشع تاريخي قديم تاريخي قديم لذلك شوفهم مش بعض 17 سنة وجشع له ثار والله بيه جزء من الثار والثالثة هو الغباء السياسي المطقع واحد انت الله جاب لك شعب مثل شعب العراق كل شي ما يريد يريد امن وسلام وكذا صعلا ومصاح طلباتها بسيطة بسيطة او انت توليت كل شي وجدت قوة عالمية وياك حتى الامريكان ما تقول مراد شلو امريكا منعتهم يسوي المستشفى شارع بالبصرة بالعمارة هذا كلك كذب وخداع محتل محتل نعم لكن محتل انت لو صار وطني قباله وقال لا نرد ابني بلدي ما يوقفوا بالشكل وحتى الايراني ما كان يمنع حتى الايراني حتى لو صار رجال الايراني يمنع مصحية ما يمنع لكن هاي النقطة اللي عنده عنده ازمة تاريخية عنده ازمة تاريخية ولا زالوا يتمتعون بي وذاك شوفهم بعض من عندهم مثل الاجريذية يتخذت الماكو بس يتهزم وينهم بوليهم وينهم بالله عليك اسألك وينهم شايف لك واحد من عندهم بلده يحترك منتهي ما يعرفون شي يسوي اجا كسر عليهم شمخاني كسر الحدود اكو واحد قلت على فحصك مو هذا رئيس الاقليم يعني شمخاني قبل انتقل الى محور اخر شمخاني زيارته هنا يريد ان يعلن انه سليماني جديد يحاول ان يدى سد الفراغ يعني يقدر هما دفعوه لكونه على اساس عربي من الاحواز بلك يقربون الصورة واحد يساليب انتهت قديمة شمخاني اجا لانه تبادل التجاري هو ماكو تبادل التجاري هو صادرات ايران العراق ساد نجم ما نصدر كل شيء خمس ملايين دولار كلها كذب عشرين مليار بما فيها الكاربار رح توقف لان اخر خمسة واربعين يوم بعد العشرين يوم تنتهي تمديد بعد ماكو هالمرة لان راح يربطوك ويا مثل ما انا حشيت من اول قبل سنتين قلت راح يربطونا بمصر وكذا تعرف كيف وبالقوة راح يربطونا لان هاي الطبقة السياسية ما تخجل ولذلك فزي الخارجية المصر اليوم هنا طابعا علموا هذا الموضوع طابعا غصبه معنا بالقوة ترى لعلمك حتى خلية الازمة خلية الازمة مو ديح شون وكذا ترى مو منعدهم من الصحة العالمية وتعرف الصحة العالمية بما مرتبطت لو على ايدي يوم يخلون الناس بالشوارع ترى ما عندهم مانع بس يجد يخلصون فلذلك اقول اخشى ما خاني اجي هاي واحد ترى اهم نقطة عنده حتى ما الحكومة هي مرور مر الكرام لان ما يعرف ما عنده قدرة يواجه الشعب العراقي لانوثق واعتقد اذا متركت ايران العراق هي تعلم جيدا تعلم جيدا سوف تتحول الى مقاومة شعبية عراقية ضد التدخل الايراني في العراق لان ما كوش استبداد شون الذريع اللي عندك تحكم العراق وتحط هذا هنا وهذا هنا هاي انتهت الخرافة مالتك والمشروع تجر نفسك روح عالج مشاكلك شعبك جاعد يموت بالشارع تتعرف اليوم الافلام اللي جدتي الايرانيين تكونوا بعض على بعض مع الاسف مع الاسف ليش تعرف ليش لان انت ملتيه بمشروع خرافي تريد تطبقه برأس العالم تلغي الدول والمكونات والمجتمعات وتغير دموغرافيا وتقولوا بها هنا انا ساي سوريا سويت بها انت طبت تركيا وسوريا قلوك يلا برأ برأ اطلع صح لا مصح اطلع برأ قادة ايرانيين بارح يكتلوهم بدمشق مسدسات كواتم شحطي هذا شنو فقضي اكو تحول استاذ نجم انا دا اقول الشعب العراقي سبب كان اساسي في هذا التحول هذا التحول الان كيف للمثقفين للنخب ان تستثمر في ادارة هذا الحراك بالمستوى الذي يجعل من الحراك منتجا احنا في مراحل الثورة كل مراحلها مهمة وخطواتها لكن نحن الان امام مرحلة الحسم كيف ممكن بالطريقة خلي نحلها وحدة وحدة خلي نجي تريد 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 تحل مسألة رئيسة الوزراء اي تسوي القاتي اليوم انت جنابك تريد ترشح من حقك عراقي تنطبق عليك المعاصفات والقوانين والشرط مثلا مثلا اتورط نحمد الابي اقول مثلا مثلا انت عاني وياك بعيدين عنها مو شغلتنا احنا نظر التوثية حتى عال جديدة جاي اقول يجي شي سوي ما يجي ويسجل له فيديو ويتيوب ومادري شنو ويبثه يروح يفتر بابا يفتر على المحافظات يجيب تواقيع من الناس هاي آلية حضارية ايجيب له من البصرة عشر تالاف صوت من العمارة خمس تالاف صوت يوقعوا عنوين وتليفون وكذا السمينات تذكروا اليوم التفويض الشعبي انه الشعب العراقي يا جماعة اخو ما راح يقدر يوقع كل الشعب العراقي بس من يجيب له مثلا فد 800 الف صوت موقعي لانفوضي اقول يقدر رئيس الجمهورية ما يكلفه يقدر ساحة التحرير كام واحد مرات ذولة حتى ترى بالفلوس يطي يضربوا كروس اكو بيهم كام واحد هاي تركوها الحالة وهاي مو حضارية ثبتناها بالبرامج لكن من يمشي ان رئيس الجمهورية ذاك الوقت ما راح يقدر الا ان يلتفت اليه مشات سيد الرئيس سيد الرئيس بالبرلمان شلون سيد الرئيس بالبرلمان نفس المئة الف اللي يطوته فيض اضربهم في عشرة اضربهم في عشرين راح يشيرهم مليون يعني هالمرة تطبيق الخضراء مبدعة وسياسية راح تكون حقيقية تعرف شونه قصدي ما يقدر حتى السيد الرئيس البرلمان ما راح يقدر هذي الارادة الشعبية يجب ان تصنع هاي آلية بس آلية ممكن تطبيقها مو خيالية تعرف كيف لان انا اريد مثل غاندي لما اجيه ما حكم الهند راح يفتر شمال وجنوب وغرب وقنح شعبة يلا اجيه وقفوا بوجه بريطانيا تعرف كيف هذه هي القصة اما اجي واحد والله عندفت قدرات بسيطة يقول والله انت رئيس وزراء طلع بالتلفزيون حشالح شايتين سوف سففوا الموضوع من ضمن الخيارات التي يبحثون بها الآن عليه السيد عادل عبد المهدي طيلة هذه المدة الوصول الانتخابات المبكرة او اعادة تكليف محمد علاوي من جديد مصير الثيات المصير يعني هو مصير اذا صار فيما اذا لو صار أو لمجرد أنا سؤالي وين؟ لمجرد القوى السياسية وصلت إلى هذا التفنير هل أفلست؟ أفلست؟ هل ثقتها بنفسها اهتزت؟ هل الحراك الشعبي جعلها مرتبكة إلى الحد الذي انعدمت أمامها الفيارات؟ هل هو محمد سيد محمد تفقيق علاء وخلي طلع يحشرنا كل القضية اشتار هاي مؤلة هاي أمانة الشعب العراقي عليه هاي نقطة مهمة نتمنى أن تدعوه أنت إلى برنامج ويكون نتمتع بالجراء ويسؤل فينا شنو صار وهو الرجل عنده صدق يعني ما راح يلف ويدور هاي وحدة مهمة اثنين أنا عارف طبيعة الرجل ما راح يسويها حتى راح كل القوى السياسية تجيبه ممكن إذا الشعب العراقي طالبه يمكن يرجع وهذه قصة شوية صحبة بالنسبة السيد العادل عبد الهدي هو أورادي باقي أنت تعرف ذول الناس تعرف ذولك كتبه والدستور بس هم يدون من كتبه والدستور هم ما مؤمنين بي تعرف مزقوت مزق الدستور من 2005 إلى اليوم شوف انت شف سوا بي هم اللي يحترمون الدستور سيد العادل عبد الهدي ما يسير يبقى يروح للبيت ودكتور برهم صالح سير هو رئيس شنو غياب طوعي ما احترامي لك شنو بالله شنو بتفسر لياها لغويا شنو معناها غياب طوعي بالله عليك أنا هاي صار سار اسبوع دايخ بيها غياب طوعي زيان أنت مو قلت أنت مو قلت من كان سيد محمد توفيق مكلف قلت إذا هم اثنين بالشهر شو بالدستور بس على نجم الربيع أستاذ نجم كذا وإحمد لبيض الدستور اي ولذلك انت دائما عندما تسمع في مجتمع سياسي خرق للدستور يتبادل إلى ذهنك أن هناك أثرا قانونيا سيترتب اي ليش احنا من من بعد نسحة في الحد اليوم الدستور مختلف ماكم الزمن بتشكيلة الكابينة مختلف بتلشهر يسمى المزرعة مختلف هاي الخمسطعش يوم هاي الخمسطعش يوم مختلف اتحداث واتذكرني ما رح يكلفون شوف هما استقال ورح مصطعش يوم كلف ورح شهر ينكلف مصحيح اي وهس هاي همين رح تعبر ها اذا هو لعب على الوقت طبعا يعني ماكو جدية بإفتيار المكلف لا لا ما نهاييا لا لا ماكو يبقى السيد عادل عبد الميدي لأنهكو قوة سياسية مستفيدة من عنده ومن بقاها انت ملاحظ هاي شو مدهفتهم مرة يقول انا نزعت الصلاحيات عن نفسي والتواقيع والصروف والفلوس ماشي مصحيح ها زين وين حكومة تصريف الأعمال شون تفسير حكومة تصريف الأعمال تبشية البريد اليوم للدولة زين من نقول لحل البرلمان قال لك أنا ما عندي صلاحية مصحيح الآن اكون تصريح خطير لأحد النواب هو يمثل يعني كتلة سياسية يقول لا يمكن اللي جو الى انتخابات وبكرة يا بليش قال لي أنه ما عدنا ما كو ما كو نصبستوري زين اش معنى اش معنى انت عندك بهاية اتبهت لها ما بيها نصبستوري او ما بيها تشعق قانوني ليش ما دخل لك سيد نجم انا قبل اول يوم صارت ورجعت ومرارا في فضائيتك وفضائيات عدة ما كو نصبستوري يلزم باجراء انتخابات مبكرة الا بيحل البرلمان وحل البرلمان شي راد لي راد لخطين اذا الشارع لازم وين يروح بس انا لست معا اني نحل البرلمان الان لانه ما كو استعداد سياسي مثل ما اذكرت على مستوى الشارع القوة لا زالت متمسكة بالسلاح والمال وكذا ومنظمة الى حد ما وهذا القانون طبعا جهة سياسية فصلتها اله هو ما ماشي لحد دلان ولازم هذا القانون لازم يعدل في جزئيات الاساسية زين اذا فشلنا بحكومة المكلف او الحكومة الانتقالية هل خيارات حكومة الانقاذ الوطني ستكون مطروحة ومن سيطرحها خلي احكي لك شيء احنا اقتربنا من الايتم سيفن من الفصل السابع طبعا ما تجي هاي الا بقرار دولي بعد حديث بلاس خارت اللي هسي الله انتبهوا لها وصال الاسبوع طبعا بلاس خارت الثوار كلها يعني تدري منتقديها وكانوا شامرين طوبتها كما يقولون المصريين لانه خطاب بلاس خارت الاخير اختلف عن خطاب هو مو خطاب لان صار حراك من قوة ثورية وشخصيات في نيويورك في مقرب الممتحدة منذ شهرين هم عم بالهم الناس قاعدة هذا الحراك هو اللي يضغط بشكل مباشر على بلاس خارت ها وطبعا ولقاءات من اخوة وطنيين حتى في داخل العراق معها المهم هيش قالت قالت عبارتين البارحة يلا انتبهوا قام يهاجموها شخصيا البلاس خارت شنو هي علاقة هاي بها زين قالت انه الحكومة الدولة عاجزة عن حل الفصائل المسلحة التي تعيق التقدم والاستقرار وتخطف وتكتل وكذا شو معنى هذا الكلام معنى ماكوش بالعراق معنى هكو مجموعات مسيطرة على الوضع ماكو دولة ماكو دولة ها هذه واحدة نفسه هي جابت القوة العاملة الدولي دخلتها على الصومال ودخلتها بليبيا كذري يعني تعتقد انه هناك اثرا دوليا طبعا نسي جي وقتها نعم بالفصل السابع نعم ازين هذه عقوبة لي شعب رح تصي ما لا الفصل السابع هذه المرة مو عقوبات مو عقوبات استخدام القوة ضد هاي الفصائل بس هاي الفقرة بس هاي الفقرة لا بس هاي الفقرة لانه هو السادس وكذا خبيع عقوبات حصار وكذا عقوبات بس هذا بالسابع لا مادة 22 جيم من الفصل السابع تتحدث على استخدام القوة يعني اكل الان بلاس خرد قالت فت ابارة ايضا بخطاب الإحاطة اذا صح التأمير قالت علاوي كان فرصة امام العراقيين يعني يا بتقصد شخص محمد توفيق علاولي كمنهج المنهج اللي يرسمه علاولي كان لو صير حكومة كان لو صير حكومة طبعا تذري صح ما قدر أحطه بالبرنامج وشوقت الانتخابات وكذا بس بالتأكيد المباركات الدولية والاشتراطات عليها حتى يسهلون أمره بالحكومة كان جزء من عدن إجراء انتخابات بعض سنة وهذا مطلب أمريكي كان واضح مطلب أمريكي كان واضح جدا طبعا يعني الآن أنت تقول مطلب أمريكي أمريكا الآن أنت تتحدث برؤية عن مقدار الضعف الإيراني والأزمة الداخلية الموجودة بإيران وكما تقول أن إيران فقدت أذرعها خارج إيران بالتالي أمريكا لماذا لا يعني نقول تستثمر هذا الفراغ الذي كان عاليا وكان كبيرا لتؤكد وجودها إذا كان لها في العراق مصلحة أمريكا تخاف شغلتين الأولى الآن إذا تريد تملي الفراغ لازم تمليه عسكري مو سياسي وهذا طبعا يجر عليها مشاكل وتصادم رح يحصل تصادم وهذا ما حقر يسويه حبتها ترام ما يقدر يسويه وانتخابات عندها موجودة في البلد هاي واحدة على صفحة اثنين هذا النظام هي سوته لذلك يا تشوف أنا جنابك حاجيها برنامجك هي تقف بقوة ضد النظام في إيران ما مسؤولة عنه تقف بقوة ضد النظام في سوريا هي ما مسؤولة عنه لكن العراق نظام يوم سويته وتقعد تتباهى بيه كانت انه سوت دمقراطية في العراق كانت طبعا كانت تتباهى بيه الآن تعرض بديهة أنا سماحكي على الرئيس ترامب وجورج بوش ووباما لا دوائر المسؤولة عن رسم القرار في أمريكا تبعوا واضح كيف حتى تسوي هذا الشي تتدخل بهذا البعد لازم تفلشه للنظام هي متني تفلشه للنظام تفككه تفككه هي قاعد تشتغلها من الداخل تحاول تصطف مرة مع الشعب العراقي ذلك كل ما يصير هجم على الشعب العراقي وضربات وكذا وقتل واختل صدر بيهات على من تعتمد اعتمدت في مرحلة مع الكرد وخذلوها في علاوي في عبد المهدي وكذلك السنة الآن في تفكيك هذا النظام تعتمد على ماذا تعتمد على القادمين الذي كنا نتحدث عنهم الجدد أم لديها أدوات على الأرض هسا إيران تعلن من هي أدواتها من هم أدوات أمريكا على الأرض في العراق يعني بشوف الأمريكان معدهم تنظيمات تشكيلات سياسية وكذا جوز السي آي آي مثلا تشتغل عدها وملاها هذول على مستوى المعلومات خمين نفذون مشروع سياسي ووحنا عدنا شي مضموم انت شفت مال خلية الأزمة الولد قاعدين والإعلام نعم العراق مفشوع بس على قصده كيف أمريكا تتحرك كيف تتصرف أمريكا تتصرف بأدوات دولية تضغط بمجلس الأمن جمعية العامة لأمم المتحدة تستخدم صندوق النقد الدولي وهذه التهديدات تخوشفتها تستخدم الـ IMF تروح تضغط على إيران شوية جر إيدك من العراق لكن بنتجة النهاية أمريكا الآن تتباوع على التحول اللي حاصل في الوعي العراقي رغما عنها راح تتعاطى وياه مثل ما تعاطت مع الوعي اللي صاره بمصر تعرف كيف نعم هاي القصة لذلك المعادلات هنانا نبتتعاطى مع الوعي في مصر لكن الوعي المصري خذل الأمريكان وهذا ذكر في مذكراتك لنتون الوعي المصري حفشل أكبر مخطط لا لا أقول السواء والأمريكان بالأخير رضخوا لهم هذا أقوله فلذلك أقول الأمريكان صحدة والعظمة لكن لما يشوفون الشعب مصمم مرح يقولون تستفادت من قوتهم وتمشي السياسية المستقل أستاذ أحمد لبيض شكرا جزيلا وشكرا لكم مشاهد تغير غدا وبنفس التوقيت بإذنه تعالى ألتقيكم مجددا تحت عنوان من بغداد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر